تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيضه الله ألاب جلالته سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي لحفل افتتاح المؤسسة المهنية للصيانة والتدريب وتطوير التصنيع بحضور سمو العقيد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وذلك تزامنا مع الذكرى الساديسة والخمسون على تأسيس قوة دفاع البحرين صباح اليوم ولدى وصول سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي إلى موقع الاحتفال كان في استقباله سعادة الفريق الركن ذياب صجر النعيم رئيس وهيئة الأركان وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي وبعد تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى مدير المؤسسة العسكرية لتطوير التصنيع بالوكالة كلمة بهذه المناسبة شكر فيها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعدها قدمت هدية تذكارية إلى سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسمو قائد قوة الحرس الملكي الخاصة من قبل سعادة رئيس هيئة الأركان بعد ذلك تفضل سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح المنشأة ثم قام سموه بجولة في المنشأة واستمع إلى إجاز عما تحتوي عليه من تقنيات الفحص الحديثة والصيانة والتطوير وبهذه المناسبة أوضح سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي أن هذه المنشأة ستكون إضافة نوعية إلى ما تمتلكه قوة دفاع البحرين من منظومات متقدمة والتي جسدت الرؤية النيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة والدعم السخي من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز يعد كأول مؤسسة مهنية لتطوير التصنيع وتعزيز الجهود في مجال الفحص والصيانة في هذا الشأن الحيوي مضحا سموه بأن مثل هذه المشاريع الحيوية ستسهم بشكل دائم وفاعل في رفع كفاءة العناصر البشرية والارتقاء بمستوها الاحترافي وصولا إلى الأهداف المنشودة كما أشهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس البلكي بالمستوى المتميز الذي يتمتع به منتسبو هذه المؤسسة معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهود التي يبذلها الضباط وضباط الصف والأفراد في خدمة الوطن متمنيا للجميع دوام التوفيق والتقدم والنجاح اشتركوا في القناة